اشتركوا في القناة الناس جوع يا مداحة ولا تعام في الأسواق وما العمل يا شاحب؟ لقد نفد الطعام من البيت لم يعد لدينا كسرة خبز يابسة لا أعرف يا مداحة انقطعت الحيل ولم يعد لدينا شيء نطعم به أنفسنا ونسد به جوعنا وأين سادة إرم من كل هذا؟ سادة إرم؟ إنهم مجغلون بهود ودعوته ولا يفكرون في العوام فالخير لديهم كثير والبطون ممتلئة وهل سنظل صابرين على هذا البلاء يا شاحب؟ وماذا سنفعل يا مداحة؟ ما يصير على الناس يصير علينا سندع آلهتنا عسى أن تستجيب الناس تدعو الآلهة ليل نهار ولكن لم تستجب ما الذي حدث في إرم؟ أين ذهب خيرها؟ أي لعنة تلك التي أصابتنا؟ ربما هي لعنة هود ألم يتوعدن الفقر والقهر؟ ألم يقل إن ربه سيمنع عن الماء؟ صاه يا رجل وإياك أن تقول هذا الكلام مرة أخرى هتريد أن تحل عليك لعنة الآلهة؟ لقد أصبحت أشك في هذه الآلهة فلو كانت موجودة حقا لما تركتنا بهذا الحال ولما تركت أولادنا يموتون جوعا ونحن ننقف مكتوف الأيدي ولنستطيع أن نفعل شيئا أي آلهة تلك التي تتحدث عنها يا رجل؟ قلت لك تسمت فإن لم تخف من الآلهة فيجب أن تخاف من سادة إرم فليفعلوا ما شاءوا أنا لم أعد أخشى أحدا فلقد أصبح الموت أحب إلي من الحياة ما هذه الأعصير يا عنز؟ هل غضبت علينا الآلهة؟ أغضقي فمك أيها البلاء ودعيني وشأني الآن واذهبي لتستقبلي غربان إرم الناعقة فهم يصعدون الجبل الآن في طريقهم إلينا أي غربان يا عنز؟ عن ماذا تتحدثين؟ شداد وصدد سيطلبون الإذن للدخول علي بعد قليل فلا تسمح لهما بالدخول أخبريهم بأنني في خلوة مع الآلهة ولا يمكنني أن أقابل أحدا قبل عدة أيام ولكن نفذي ما أمرتك به أيتها البلاء اذهبي يا له من يوم عصيب لقد حلت علينا لعنة الآلهة يا صدد أنا ما عدت أثق بهذه الكاهنة يا شداد كلما نظرت إلى عينيها أيقنت بأنها كذبة ولكنها الطريق الوحيد للوصول للآلهة يا صدد فما يحدث بإرم لم يحدث لها من قبل أرجو أن ترشدنا لشيء ينفعنا هذه المرة التحية على خدام صمود من؟ من بالخارج؟ نحن سادة إرم مرحبا سيدي شداد مرحبا سيدي صدد بارقتكم الآلهة مرحبا يا جارية أبلغي سيدتك بقدومنا ولكن عنز معتكفة الآن تناجي الآلهة وهذا ما جئنا من أجله فأخبريها بقدومنا لا 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 أستطيع سيدي صدد فغير مسموح لأي أحد حتى أنا بقطع الخلوة إذن دعينا ندخل إليها بسم الله الرحمن الرحيم كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله لم يتعظ أهل إرم من قصة أبيهم نوح التي كانوا يعرفونها جيدا فلقد كان أهل القرى يحكون لأولادهم عما حدث لنبي الله نوح فانتقلت القصة من جيل إلى جيل إلا أن النفس والهوى والشيطان كانوا قد حولوا عبرة أبيهم نوح لقصص يتسلى بها الصغار فلم يعود أحد منهم ليهتم إلا بماله وتجارته فلما أتى من يذكرهم بربهم لم يستجب إليه أحد لما قطعت علي خلواتي يا شداد؟ لم نكن لنأتي إلى هنا في مثل هذا اليوم العاصف ثم نعود دون أن نلقاك يا عنز وما الذي أتى بك في يوم مثل هذا اليوم؟ ألم تشعر بغضب الآلهة؟ يهز أركان الأرض؟ شعرنا جميعاً فواجب علينا أن نعرف لماذا هذا الغضب ما الذي فعلناه؟ لنستحق مثل هذه اللعنات من الآلهة العوالي تركتم العدو الأكبر بينكم ولم تخرجوه مع أتباعه من إرم حاولنا ولكن الأمر لم يفلح معه لذا أتينا إلى هنا كي تخبرين ما الذي يجب علينا أن نفعله أن تطردوه من إرم فإن لم يقبل فاقتلوه هذا ما سيطفئ غضب آلهتنا العوالي هذا فقط هذا قول صائب منك يا عنز يبدو أن هوداً لم يجعل أمامنا خياراً آخر لقد حلت اللعنة على إرم على كل شيء فيها فإن لم تتخلصوا من هود وشره ستقع عليكم اللعنة أيضاً لا تتخاذل يا شداد بعد اليوم فأمر قوم عاد ومصيرهم بين يديك هل لا طلق من الآلهة أن ترضى عنا وتتقبلنا في معيتها الرضا رهن الطاعة يا شداد والمعية يا عنز المعية موجودة إن أخرجتم هوداً أو قتلتموه افعل ذلك وستحفظكم الآلهة من كل سوء فإن لم تفعل فلا تلومان إلا نفسيكما ولكننا أردنا البركة من الآلهة وكف حديثاً يا شداد وخذ صاحبك واذهب إلى دندم فهو الوحيد القادر على تخريص إرم من هود اذهب الآن ودعاني وحدي في خلوتي أين أنت يا دمدم؟ ولما لم تعد تأتي إلى القصر؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ من أجل ما نحن فيه لم آتي إلى قصرك أتقول لنا ألغازاً يا دمدم؟ ماذا حدث لك؟ أي لعنة تلك التي حلت بك أنت الآخر؟ لم تحل علي لعنات يا صدد بل حلت عليكم أنتم أولسنا كلنا في مركب واحد يا قائد الجند؟ لا والله لسنا كذلك فلقد هداني الله بفضله إلى طريقه الصحيح عسى أن يتوب علي ويغفر لي ما كان من ذنبي ماذا تقول؟ هل جننت يا دمدم؟ أصحرك هود؟ مثلما سعر الآخرين؟ والله ما قال هود إلا الحق بل وإنكم تعرفون أنه الحق إلا أن ما جاء به هود كان سيجعله سيداً عليكم فأبيتم إلا الكبر ورضيتم بالكذب ديناً وهذا شأنكم ولكن والله والله ما كنت لأقبل أن أكمل طريق الضلال معكم بعد أن هداني الله لطريق الحق جيش إرما ينهار في أمس الحاجة إليك؟ يبدو أن عقولكما قد خربت والقول اللين لن يفلح معكما اذهبا اذهبا أيها الأحمقان من أمامي وإلا قسماً بمن هداني إلى سراطه المستقيم لأقطعن رقابكما وأعلقها على باب هذا البيت اذهبا لا لا هذا قول رجل مصحور لا مقالة نعم مصحور صحره هود غلق النوافذ يا رمل فإنه غضب الآلهة لا محالة آه أي لعنة تلك التي حلت بيرم وهل هناك غيره؟ إنه هود لقد أغضب الآلهة فنزلت لعنتهم علينا إن كان هو من أغضب الآلهة فلما تنزل غضبها علينا يمرأة لقد بارت تجارتنا وسلعنا وزاد القحط والجوع كل ما جمعته من ذهب لم يعد له قيمة يا رمل فما عاد الذهب يشتري لنا كسرة خبز يابسة أخشى أن نموت من الجوع يا رمل إن ظل الحال على ما هو علي فسنموت من الجوع لا محالة هذا صخط عظيم يجب علينا أن ندعو الآلهة يا رمل ومتى دعوناها من قبل يا امرأة حتى ندعوها الآن صدقت فنحن لم نهتم يوما سوى بكنز الذهب والفضة ونحن الآن لا ينفعنا هذا ولا ذاك سيد القائد مرحبا يا سيدي أتعرفني يا غلام تفضل بالدخول الحمد لله الذي هدانا يا غلام هل نبي الله بالداخل؟ نعم يا سيدي بالداخل ولكنه يصلي ماذا؟ يصلي كيف تكون صلاة نبي الله يا غلام؟ دعني أريك سيدي دمدم يا نبي الله لقد جئتك لترشدني ماذا أفعل فلقد ضاقت إرم بناسها ولم يعد لي مكان بها وأردت أن أخرج مع المؤمنين وألحق بهم أخبره نبي الله هود بأنه لم يحن وقت الرحيل ومن الآن سيرافقه حتى يأذن الله لهم بالخروج من إرم فقال دمدم فرحا أخرج معك أنت يا نبي الله إنه لشرف ومجد عظيم فأخبره نبي الله هود بأنه ليس في الأمر تشريف بل هو تكليف عظيم فقال دمدم وقد بذى عليه الثبات والثقة بالله عز وجل يا نبي الله إني معك أينما كنت فأسألك أن أبقى ها هنا لحمايتك فإن القوم يتأمرون عليك فهل سمحت لي بذلك؟ فأذن له نبي الله بذلك